موسيقى صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ومولى الموحدين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة تالله لا أنساه في محرابه لله يسجد في الظلايام ويركعوا وجلبنا ملجم والظلام مجلل سيف المنية والبرية هجعوا فهوى عليه بي فقنع رأسه لله رأس بالحسايم مقنع يو 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 فهناك أعول جبرئي ييل مناديا فوق السماء يا من في البسيطة يسمع اليوم أشقى الأشقى قد غانى أتقى أتقى وله الجميل مضيع أبو يموحي يشعق بعينك المحراب يا علي أبو يموحي يعقب عينك موحش المحراب ومهجور ظل درسك والكتاب أبو يموحي يا جريح جرح جدي المختار ما طاب أسمع جريح جدي المختار يا أبو كسرم والقضت من عصرة البام يا أبو يا يا أبو يا واليوم قلبي بك ينصاب يعلم السيدة يلب الحرب يلب الحرب مهيوب دوم أيك أبو يا بعيد اللحيد بالقبر نوم أيك أبو يا أبو يا أبو يا أقدر جميع أنّا يا 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 إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيمنقلبيا قلبون والعاقبة للمتقين أجد من الضروري أن نعرج ولو باختصار على الفترة المحددة من حكم أمير المؤمنين عليه السلام إلى مصرعه يعني هذه الفترة الزمنية والتساؤل هنا ما الذي حصل للأمة حتى تنقلب على أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الفترة على وجه التحديد وإذا جئنا لطبيعة حكم علي عليه السلام قطعا طبيعة الحكم كان شعار العدالة وإنصاف الآخرين يعني اللي سوى أمير المؤمنين بفترة حكم كل أمة من الأمم تبغاه وتريده وتسعى إليه إذن ما الذي حصل ما الذي جرى إذا إجينا لشخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إحنا عرب والعرب عندهم مواصفات لمن يحكم بالزعيم للقائد من أهم تلك الصفات والمواصفات والمواصفات اللي طلبوها العرب بقادتهم بزعمائهم هو أن يكون عند أصل أصل طيب إذا إجينا لأمير المؤمنين عليه السلام وشفنا هذه الصفة من أعظم من علي عليه السلام شأنا بهالخصوص علي من قريش وهاشم قلب قريش وعلي عليه السلام قلب هاشم يعني خلاصة الخلاصة فإذا على مستوى الانتماء القبيلة العشيرة هالعناوين اللي إحنا نسعى لها أمير المؤمنين عليه السلام في القمة في الصدارة طيب إذا إجينا إلى صفات أخرى إلى صفات تكامل الشخصية كما يعبرون للقائد للزعيم أيضا يجب أن تتوفر فيه جملة من المواصفات حتى الأمة تتعلق به تندمج معه أول تلك الصفات أن يكون شجاع موجبا وتحدثنا البارحة عن شجاعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللي باختصار ابن أب الحديد من يوصف شجاعة أمير المؤمنين بأبي هو وأمي يقول إن شجاعة علي أنست من كان قبله من الشجعان ومحت ذكر من يأتي من بعده إلى يوم القيامة هذا العنوان اللي احتشنا البارحة وقلنا أن علي أسطورة فهذه صفة تشجع الأمة أن تتمسك بالقائد تقول لك هذا رجل وإحنا نعتمد على هالمصطلحات كعرب كمسلمين طيب إذا إجينا إلى صفات أخرى من أهمها أن يكون الحاكم يستشعر بآلام الرعية بعبارة أخرى أن يكون مندمج معهم يعيش تفاصيل حياتهم أسألكم بالله هذا التاريخ أمامكم من أكثر من علي عليه السلام اندماجا مع الأمة وتواضعا واستقبالا للناس علي عليه السلام قد يكون الحاكم الوحيد اللي ما خل قصر للحكم ولا خل حواجز بينه وبين الأمة اللي يريد أمير المؤمنين يلقى بالمسجد يلقى بالشارع يلقى بالسوق يلقى بكل مكان ومن دون حماية طيب من أهم الصفات المطلوبة بالقائد أن يكون متواضع إنسان طبيعي لأنه عادة أيها الأحبة عادة اللي عنده عنوان مهم كبير هذا إذا ما كانت نشأة نشأة صحيحة هذا يشوف نفسه على الآخرين يشوف نفسه أكبر منهم أفضل منهم أحسن منهم مميز عنهم بينما أمير المؤمنين عليه السلام كان سرور أن ينام على التراب اللي في معركة من المعارك رسول الله رآه نائم على التراب يعني خال خد على التراب هذا الرجل العظيم بطل الإسلام الخالد فعاين بهالشكل عند ذلك لقبه بأبي تراب هذا اللقب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أحب الألقاب على قلب علي صلوات الله وسلامه عليه طيب بعد هاي المقدمة وذكر هالمواصفات اللي يجب أن تتوفر بالقائد بالزعيم ما الذي جرى هذا تساؤل لازم نسأل أنفسنا شن اللي صار إذا هالمواصفات كلها كانت تنطبق على شخصية علي عليه السلام يعني ثقوا بالله لو كان أمير المؤمنين عند أمة أخرى من الأمم لحافظوا عليه بكل ما أوتوا من قوة هذا أمير المؤمنين اللي لوعوه شيبوه عذبوه سنين طويلة هو جليس الدار صابر محتسب لأن الأمة ما كانت قيمة ما كانت عرفة واللي عرفة كان يشتغل شغل آخر مضاد مغاير له صلوات الله وسلامه عليه إذن ما هي الأسباب والدواعي التي جعلت تلك الفترة فترة مربكة فترة حكم أمير المؤمنين ما كان بها استقرار أبداً أنتوا لاحظوا هذه العدالة الاجتماعية اللي طبقها أبو الحسن عليه السلام بأي ظروف كانت ما كانت بظروف طبيعية ظروف استثنائية من حرب إلى حرب هالأربع سنين اللي حكمهن أمير المؤمنين ثلاث حروب رئيسية من غير المشاكل الداخلية كان رأي في داخل الأمة يشتغل الليل مع نهار ضد أمير المؤمنين فحرب الجمل وصفين والنهروان حروب كبرى معارك كبرى بها الأربع سنوات مع ذلك استطاع أن يطبق العدالة الاجتماعية طيب إذن هناك مجموعة من الأسباب هي التي أدت إلى هذا الإرباك ومن ثم أدت لقتل علي صلوات الله وسلامه عليه أول تلك الأسباب الحسد الموهوب محسود علي مميز منذ اليوم الأول على نطاق الإسلام تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله معه تعامل استثنائي لا تصورون الأمة راح تندمج ويأمير المؤمنين ويحبوه ويتعلقون ويأذول كلهم حديثي عهد بالإسلام وذول كلهم كانوا أئمة في الجاهلية وكانوا زعماء في الجاهلية وقادة في الجاهلية والتجار ويحكمون يجعل ابن بي طالب مميز بكل شيء ومقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا صنع لك كم كبير من الأعداء والحساد ونتيجة الحسد الحقد اللي تجينا الآن نفصلها بشكل مستقل يعني يدخل واحد على رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظوا طبيعة الأمة هس هذا نمونا نموذج إجا للنبي غيرش قد ما إجوا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله أنت نصبت ابن عمك علينا منك أم من الله يعني من الأخير سول فينا قال من الله من الله رسول الله مرتبط بالسماء قولة فعلة مسدد من الله سبحانه وتعالى ما يتعامل بمزاج وعلاقة خاصة هذه مسألة يجب أن يفهمها كل مسلم قال من الله قال إذا كان الأمر من الله يا رسول الله أحنا من نتحمل أمرتنا أن نصلي صلينا أن نحج حججنا أن نجاهد ذهبنا للجهاد بقية فروع الدين أما أنك تنصب علينا ابن عمك لا قدرة لنا على ذلك ما نقدر إذا كان الأمر من الله ادعو الله أن ينزل علي صاعقة أو عذاب أليم أريد أخلص أما أبقى وعليق بالي ما أقدر هذا مو شخص أحبائي هذا خط بأكمله خط بأكمله دول اللي كانوا يتناغزون ببيناتهم ويتنابزون ببيناتهم ضد أمير المؤمنين ويعلقون على الصغيرة والكبيرة والمصيبة ما يقدرون يسوون اللي يسوي أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين البارحة اذكرنا قلنا صفاتها لا حدودة لها أبو الدرداء يسأل واحد من أصحاب أمير المؤمنين يقول لصفاته علي شنو يقول له والله كل صفة من صفاته توزع على كل الدنيا لو وزعت على كل الدنيا لو وسعتهم هذا أمير المؤمنين منه أجيب فلان قباله أخلي فلان قباله ذوله وين وحاولوا الطريق مفتوح بس بس الكلام بطبيعة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أمير المؤمنين بالمسجد ويدخل مسكين وطلب من كل المسلمين لم يعطوه شيء أمير المؤمنين أومأ له بإصبعه وكان في ركوعه وأخذ الخاتم فأنزل الله به قرآنه إنما وليكم الله أعظم آية بحق أمير المؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون من أجي أقرأ التاريخ بعض الأحيان أتعجب وبعض الأحيان نضحك للسخرية بالتاريخ بالمقابل فلان رجل أراد أن يفعل ما فعله عليه ذا لذا القضية هالشكل سهله والله عز وجل ينزل ملائكة وقرآن وهذا كان ممول عنده عنده فلوس يذكرون الثاني يقولون جمع كل فقراء المدينة سبعين فقير ومسكين ويتيم جابهم وسوى سيناريو طبعا هذا مو تأليف هذا التاريخ يتحدث عن هالقصة وخلاهم واقفين بباب الجامع قالهم كل ما أركع والمسكين يدقوا ركع من الصباح للعصر سبعين واحد الحد ما أخلصهم كل ركع على واحد ويجي هذا يسلط المحبس ويدير وجه ويروح وإجه طاء طاء رأسه وجلس عند رسول الله قال لك إذا علي خاتم واحد خاتم واحد أنزل الله به آية سبعين خاتم يعرفت سورة على أقل تكتير إذا ردنا نكون منصفين عند ذلك لم يخيبه الله أنزل به قرآن بس شنو من آيات فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أخذ هذا عنوانه وهذا ما رح ينضف يعني هذا بعدها الخسارة على سبيل المثال ولا الحوادث كثيرة بس بعدها القصة هذه اللي هو قاعد ونزل القرآن والقضية معروفة على من هذا شنو في قلب في داخله من حقد وبغض وحسد على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحد الشعراء خاطبه لعلي لأن أقرب المقربين حسده يعني أسامة بن زيد من أجي أقرأ تاريخه شعده ويا علي يعني شنو فد مشكلة فد عركة طلابه صايرة مصيبة على موقف على أمر معين أبداً كل شيء ما قد بس يحسد أمير المؤمنين وغيره هلما جره يخاطب أحد الشعراء يقول لأن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على ما عدهم شيء ما عدهم شيء يسقطوك ما عدهم شيء يشوهون صورتك أبداً وهذا الحقد والحسد يغلي بقلوبهم هذا واحد إذن الحسد الحسد لا دواء له كل شيء إلى علاج إلا الحسد ما إلى شار أبداً إلا لطف الله سبحانه وتعالى أنه الإنسان يشخص نفسه أنه فعلاً حاسد ويلجأ إلى الله يتوسل إلى الله حتى الله يرفع من عنده هذا المرض هذا واحد اثنين الحقد هس تسألني تقولي الحقد على شنو الحسد افتهمنا الحقد على شنو أحبائي الحقد ماكو بيت من بيوت قريش محاقد على أمير المؤمنين هذه قضية نقطة مهمة عنوان قريش لأن راح ينفعنا بالنقاط المتبقية أمير المؤمنين عليه السلام خلى بباب كل بيت من بيوت قريش بركة الدم أيام الحروب بدر اش سوى بهم في أحد في النهروان في حنين في المعارك الأخرى أسألكم بالله ذولة ينسوها العلي ذولة يطلبون ثار يطلبون ثار وهس جبين لك شون يطلبون ثار يعني ذولة كانوا مشركين وبعدين أولادهم صاروا مسلمين قتل أباهم ذولة ينظفون قلوبهم تنظف على علي له لا أبدا ما تنظف إلا من اختاره الله هنيجي واحد يفهم أن علي قتل أبوه لأن كان مشرك هذا منه ذول عرب وقبائل ومتعجرفين يجون ينسوها العلي عتبة قتل بمعركة بدر مع المشركين ابن أبو حذيفة كان وين كان ويا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يعني من ضمن الـ 313 اللي دا نتغنى بيهم الآن ليل مع نهار أبو عتبة واحد من ذوله أمير المؤمنين قتل عتبة وهذا يعاين أبو حذيفة يعاين شاف أمير المؤمنين قتل أبوه بعد فترة من الزمن النبي التفت لأصحابه وقال لهم أن عمي العباس جاء مجبرا جاءوا به مجبرا إلى المعركة إذا ظفرتم به لا تقتلوا يوص المسلمين واضح؟ وصية واضح؟ يقوم لأبو حذيفة اللي ويا لديقات اللي ويا النبي قل لتقتلون آباءنا وأبناءنا وإخواننا وتأمرونا أن نحافظ على آبائكم والله يقسم والله إن ضفرت به أقتله يقول لي إذا وصلت لعمك أقتله هذا دا يخاطب منه؟ دا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبوي اقتلته وعمك تؤمرنا نحامي عنا أقول هذا هذا الآن كنموذج أسألكم بالله هذا راح ينظف قلبه في يوم من الأيام على أمير المؤمنين لا أبداً هذا يبقى حقد استصار مسلم متدين ملتزيم بس من ينذكر علي الحقد يشب بداخله هذا اثنين وأتخطر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في يوم من الأيام قلل عبد الله ابن عباس طبعاً حديث مفصل طويل فيه مجموعة من المواضيع الشاهد بهالنقطة بهالخصوص قل لأ أنت تعرف قريش ليش مطوكم الخلافة لبني هاشم قال ليش أسمع منك يعني هو يعرف بس خلأ أسمع منك قل لأ أولاً لأنهم كرهوا أن تجتمع عندكم النبوة والخلافة لأن ذول ما اعتبريها منصب دنيوي النبوة لكم والخلافة هم تأخذوها فالنبوة لكم والخلافة لقريش اللي صارت نصيباً أميّا وهلوم مجرّا قل لأ ثنياً أنت نسيت علي بن أبي طالب شو سوى تريدهم يسلموا الحكم شو سوى بقريش يقول لأ جعل ببابي كل بيت من بيوت قريش برك الدم هذا كل من يفتح باب بيته يشوف الدم قباله فشلون شلون شلون ينسوها العلي بمعنى يقول لها تفهموا الأمر أنه من سلب الحكم منكم تفهموا أكو أسباب موضوعية هالشكل يريد يفسرون يعني هذا اثنين إذن الحقد عام المهم هو اللي يأدى لقتل أمير المؤمنين صلواته الله وسلامه عليه ولخبطت الأمور في فترة حكمه ثلاثة العدالة تطبيق العدالة كانت من أهم الأسباب اللي جعلت قريش ينقمون من أمير المؤمنين عليه السلام وخلي بالك اللي قتل أمير المؤمنين هم قريش الخاصة مو العامة الخاصة المقصود بيهم قريش والطبقة الاستثنائية بالمجتمع يعني الوجه الممولين أصحاب القرار ذولة وبالجهة المقابلة الأمة حركة الأمة ذولة المستضعفين ثقوا بالله الأمة بشكل عام تعشق أمير المؤمنين عليه السلام وتذوب بعلي لأنه أنصفهم أمير المؤمنين الذي ساوى بين السيد والعبد بعض الناس كان ما عند استعداد يصلي بالصف الأول أو يدخل للجامع أعلن يقول دخلوا العبيد دخلوا العبيد أمير المؤمنين هالشكل اللي اشتغل عليهم أنه الكل سواسية ساوى بين السيد والعبد ذولة وين كانوا مميزين هذا 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 واقعنا اللي نعيشه اليوم بالمجتمع أصحاب الامتيازات أجوا أسلب كل امتيازاتهم وخدمهم وحشمهم وأقولهم تعيشون حالكم حال البقية هسنا يعيش واقعنا يتقبلون واللي نفذ هذا القرار راح يستهدف اللي نفذ هذا القرار يستهدف ويقتل الفترة فترة حكم أمير المؤمنين عليه السلام هواء قريبة لواقعنا اللي نعيشه فأنا أذكر لك شواهد من واقعنا حتى تعرف طبيعة الوضع اللي كان يعيشه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذن تطبيق العدالة كانت من أهم الأسباب اللي شوشت على فترة حكمه ومن ثم قتله صلوات الله وسلامه عليه هذا ثلاثة أربعة مجيء علي ابن أبي طالب بعد عثمان ابن عفان هذا من أهم الأسباب يعني تصوروا لو جاي أمير المؤمنين بعد النبي ما كان يكون هذا كله لو كان أمير المؤمنين بعد الأول ما كان يكون هذا كله حتى بعد الثاني ما كان يكون هذا كله المشكلة اللي صارت بفترة حكم الثالث الأمور فلتت على مصراعها يعني ماكو شيء اسمه دولة ماكو شيء اسمه دولة هذا بس عنوان والبقية العصابات هي اللي تشتغل واقعنا واقعنا اللي نعيش اليوم بالضبط ماكو دولة ماكو مسؤول فكل جهة من الجهات هي لازمة شيء وتسحب لازمة وزارة من الوزارات وتسحب هذا ملكها ورثها ورث أبوها إلى يوم الدين واليحكي يقتل واليؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقتل واللي واجههم يقتل أنت تدرون مروان ابن الحكم وحده مروان مروان ابن الحكم وحده كان كل خمس أفريقيا إلى يعني قارة أفريقيا كلها الشيطلع بيها حقوق تجي كلها المن لمروان ابن الحكم بجيذة وهو يوزع الارفعته وجماعته طيب هذا شون أجي أقنع أنه هذا الامتياز راح من عندك بعد ماكو يتشئ وهي الأموال أموال المسلمين ولازم تجي إلى بيت مال المسلمين أمير المؤمنين ما سوى؟ ما سوى؟ صلوات الله وسلامه عليه أولاً شال ذولة كلهم ذبهم بالزبالة عزلهم الكل اثنين صدر مرسوم آخر يجب أن يسترجعوا كل تلك الأموال التي أخذوها نهبوها لأن هذا مرواد من الحكم الفلوس وين نوديها؟ مقاطعات من الأراضي اشترى بنى قصور استثمارات يتمتع بها في ملذات الدنيا كل هاي الفلوس اترجعها مو فقط منع منع واسترجع هذا على أي أساس يتعاملوا يا أمير المؤمنين وشون يتقبل أمير المؤمنين ولهذا معركة الجمل معركة الجمل خلاصتها معركة شنو؟ هاي المعركة اللي قتل فيها آلاف مؤلفة سببها شنو؟ يسموها معركة المناصب معركة قتل فيها آلاف من المسلمين عنوانها معركة المناصب لأن أمير المؤمنين مطاهم مناصب طلحة والزبير وفلان وفلان وهالأسماء بما أنه لم يعطهم شيء وعزلهم لمصلحة سووا هاي الجو عليه كلها الحد ما قتل وهم اللي قتلوا وهم اللي قتلوا فمجيء علي ابن أبي طالب بعد عثمان ابن عفان كان من أهم الأسباب لأن الفساد وصل لدرجة لا حدود لها لا يمكن أن يحصى ويحصر بعد من أهم الأسباب أيها الأحبة موضوع المساوات بين الموالي والعرب دول العرب يعتبرون نفسهم مميزين وإلى يومنا هذا كثير من الناس يشوف نفسه ما دام هو عربي مميز الآن على شنو مميز الله وحده أعلم صانع لفت شيء مخترع فت شيء ما تدري على شنو بس هو منفوخ ومشي بالشارع وشوف وبعدين ياهو اللي تلزمه من عدهم يشوفه هذا خاوي فارغ ما عنده شيء هذه قضية موروثة منذ ذلك الزمن ولهذا يجي النسوان اثنين ياخذن الحقوق من أمير المؤمنين راتبهن عطائهن فأطل وحده مبلغ وأعطى الثانية مبلغ الأولى لتفتت لعلي قالت لها يمير المؤمنين ساويت بيننا شو أنت أطيتني بقد ما أطيتها قال لها ايو شون المشكلة قالت له هذه من الموالي وهاني عربية عند ذلك رفع حفنة من التراب وحفنة أخرى بيده الأخرى وقال إني لا أجد فرقا بين هذا التراب وهذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يلا طلعي دولة هم ينطفون على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين عليه السلام ولهذا اشتغلوا ليل مع نهار بكل الوسائل المتاحة وبكل الطرق صنعوا خط سياسي للتشويه للتسقيط عمل ليل مع نهار ضد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن أجه هذا اليوم إلى أن أجه هذا اليوم وإمامك اليوم طريح الفراش علي علي وما أدراك ما علي بطل الإسلام هذا الرجل العظيم خلاصة الدين خلاصة الإسلام أبو الأئمة زوج الزهراء اتآمروا عليه وقتلوه في محراب صلاته هالزمرة هذه أولاد الأشعى وقطام وما قطام هالنماذج السيئة صرعوا أمير المؤمنين اليوم في دارها هذه الليلة ليلة عظيمة وهي آخر ليلة لأمير المؤمنين في دارها مع أولادها تصوروا حجم الضغط اللي كان بهالليلة من أسرتها من عائلتها من أولادها من أحباءها من الأيتام لاحظوا أكو جملة من الإجراءات خليني أسولف وياكم شوية بعنوان قوريز وبعد أنت بقلبك الطيب الطاهر ادخل لبيت أمير المؤمنين أنت شيعت أولاده يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة سيدي جسارة ندخل لبيتك ونعيش هاللحظات مع أولادك ونشوف شن اللي صار من ضمن ما جرى في هذه الليلة أن أمير المؤمنين منع أن يدخل أي أحد إلا أولاده تعبان صلوات الله وسلامه عليه مرهق ما يقدر بعد فقل للحسن ممنوع أي واحد يدخل بس منه اللي دخل لاحظوا عمره كله عمره كله كان راعي للأيتام ويسعى لقضاء حوائجهم ورعايتهم اليوم الفئة الوحيدة من الناس اللي دخلوا على علي هم الأيتام وذولا سمعوا خبر أنه أمير المؤمنين مشته مشته لبن فجابوا لللبن وطعاموا أجوا وقعدون يما يواسوه ذولا اللي دخلوا فقل للحسن ممنوع أي واحد يدخل علي طلع الإمام وخاطب الشيعة قالهم إمامكم تعبان روحوا رأحوا كل من البيت على مضض بقهر بألم تصوروا أنت خلي نفسك وياهم ويطلع إمامك يقول لك روح شلون قلبك يطيك ولدي يتحدث وياك إمام معصوم راحوا إلا الأصبغ ابن نباتة بقى قاعد قال لي يا أصبغ ما سمعت كلامي قال والله سيدي سمعت بس ما أقدر أريد أشوف إمامي ولو لحظات خليني أشوف علي دخل الأصبغ تصوروا هذا المشهد مشهد مؤلم مرعد شاف أمير المؤمنين وقد لف بخرقة صفراء يقول أعاين وجهه والله ما أدري من أشد صفرارا الخرقة أم وجهه يقول اقعدت بشيت انفجر بالألم والدموع يقول التفت لأمير المؤمنين قال يا أصبغ أنها الجنة لا تبشي يقول كنت لسيدي والله أعلم بأنها الجنة ولكن سيدي من لنا من بعدك يا أمير المؤمنين هنا يلتفت أمير المؤمنين للحسن قال له هذا الطبيب السكون يجيب لي خليه يشوف وضع شنو هو هاي ما تألم أمير المؤمنين الله يقول دزل حسن جابه والسكون يقول له تعالك شف على إمامك قال لهم اذبحوا لشات استخرج منها عرقا أدخله بدماغ أمير المؤمنين عند ذلك انفجر بالبكاء ما الخبر قال سيدي يا أمير المؤمنين أوصي وصيتك وعهد عهدك فإن الضرب وصلت إلى الدماء يا 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 الله وانفجروا أولاد أمير المؤمنين بالبكاء طلع السكون الحسن كأنه بباب الحجرة وعينتها زينب عينتها ديب طلع ما يوس من حادر طبيبة طلع ما يوس من حادر طبيبة وطلع عقب الحسن يشتشي المصيبة يشتشي الفاجعة لله وعبيب عبيب أثاري هنا إلك اسمع أثاري 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 أثارم والحزن كانت جريبة سوى أثارم والحزن كانت جريبة جريبة لما نشاف على نحيب انفجر بالبكاء بعد ما يقدر لما نشاف على نحيب يقل هيا زينب يا زينب جرحبون ما لطيب الله طلع الطبيب ودخلت زينب السوت شبقة أبوها أمير المؤمنين وشوف الدم ينزف يقول له للحسين حسين شد جرحة أخذ الحسين يشد جرح أمير المؤمنين فتح عينه شاف الحسين يشد جرحة عجيب أبو علي عجيب أمير المؤمنين فك عينه ولن حسين يم ويلي يشد جرحة وخلت دمع ويدم جرح واحد تشد يا بوليم جرح واحد جرح واحد تشد يا بليم اشلا يا يا يان اشلا ونوياك يا جرحك تخذ الله ايه مرحومة عبرتك هل مشهد واسألكم الدعاء وان شاء الله باشر المقتل نقرأ المقتل مفصلا قراءة السيرة ان شاء الله اهنا امير المؤمنين عاين قالهم الكل يطلع عريض بس اولاد الزهراء يبقون قاموا وطلعوا العباس قاموا ياهم ابو فاضل ايلك هاي سيدي يا قمر العشي قام حالة حال اخوته عاين قال له ابو فاضل وين قال له سيدي اتا قلت قلت قوموا وطلعوا يبقون بس اولاد الزهراء قال له ابقى ابو فاضل ابقى انت ابن فاطمة ابقى عند شغل وياك اجا قاعد مسك ايدة صاحل زيانة بقاله تعاين ميها ايه مرحومة عبرتك شال ايج زينب خلاها بيد ابو فاضل تقل لي عباس منت اللي جبتني وبييدك يا خويا ركبتني خويا اناض يا خويا وشوف متني متني بسياط زجر الور متني هني هنيا لكم هذه المواساة هذه الدمعة بجوار قمر العشيرة استجابة الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بجاه فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله اقضى حوائي جنائش في مرضانا عجل فرج مولانا صاحب الامر والزمان يا الله اجعلنا جميعا من انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه في جملة اوليائه يا الله اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا الله اخواني الحاضرين سادة الكرام من سألني الدعاء اللهم اقضي حوائجهم للدنيا والاخرة اشف مرضاهم لا سيم المعينين منهم المنظورين منهم اللهم شافهم وعافهم بحق يمير المؤمنين عندك يا الله تقبل منا ومن المؤسسين لهذا المأتم الشريف واجعله ذخرا لهم يوم اللقاء الى شرف امواتهم امواتكم جميعا اموات شيعة امير المؤمنين وبالاخص الى روح المرحومة ام علي العطار واموات شيعة امير المؤمنين جميعا رحم الله من قرأ الفاتح مع الصلوات اموات جميعا شكرا